حلقة جديدة من صيدلي يا صيدلي بتبلش هلأ صيدلي يا صيدلي يا صيدلي كثار منكن بياخدوا حبة الدواء بطريقة غلط وبفكروا موضوع سهل وسخيف رح اشرح لكن هلأ شو هن الطرق المزبوطة لتاخدوا فيها حبة الدواء اهم شي الوضعية ما فينا ناخد حبة الدواء ونكون نيمين يامنا نكون مجلسين يام ناخد حبة الدواء ومنضلنا وقفين مينموم لديقتين مع شو مناخد حبة الدواء اهم شي تاخدوا الدواء مع ماء اهم شي الماء في ناس كتير بياخدوا بلا ماء وفي ناس بياخدوا مع مشروبات غازية وفي ناس كتير بياخدوا مع عصير مثل عصير البامبلموس لانه البامبلموس بيحد كتير من مفعول الدواء اما الدواء اذا ما كان حبوب بيكون سائل يا سيرو ولازم نقرأ على كل سيرو اذا عايز ينخض قبل ما نعطي كل جرعة كتير مهم نمسح السيرو او الشراب من بعد كل استعمال كتير منكم بينسوا قامتة فتحوا الدواء مشان هيك على الكارتون من برا محطوط محل لا تكتبوا قامتة خلطوا الدواء وقامتة حضرتوا احسن نقبل سيرو بعد 15-30 يوم من تاريخ فتحه كيف منعرف انه السيرو بعده صالح للاستعمال اهم شي وتنفتح القنينة ما نلاقي من فوق في طبقة بيضة هيدا الشي بيعني انه فيه كونتاميناسيون يعني معقول يكون فيه شامبينيون على راس القنينة تاني شي ما لازم نلاقي صعوبة بفتح القنينة وتسكيرها لان هيدا بيعني انه فيه سكر صار مجمع فوق يعني الماء تبخرت من الدواء وصار اكتر مركز فما بتكونوا عم تعطوا الدوز المزبوطة لولدكن ومثل الحبوب السيرو كمانا لازم يتاخد بنفس الطريقة يومنا نكون مجلسين يواقفين متل ما بنعرف اكتر طريقة بنعطى فيها الدواء هو عن طريق التم ببعض الحالات بنضطر نعطي تحميله متل الوقت اذا حدا كتير عم يستفرغ ومنه قادر ياخد شي عن طريق التم والاجابة فيها انه سريعة المفعول وبتاخد تقريبا 15 دقيقة واكيد في حالات استثنائية ما فينا نعطى فيه النتحميله متل اذا حدا عنده اسهال اهم شي ما تحطوا التحميله بالبراد لانه اغلب الاوقات الصيدة اللي بجيب لكم اياها يا عن الرف يا من الجرور الا اذا هو قالكن حطوا بليز هيد التحميله بالبراد ليش لانه اولا بتقسى وهي معمولة لتدوب على حرارة جسمكن فلما تساقعوها بتطول اكتر لطعت مفعوله كيف مناخد التحميله يستحصن انه نفوت على الحمام اذا ممكن قبل ما بنعنحط التحميله اغلب الناس بحطوا التحميله الميلة المروسة بالاول وهيدا خطأ شائع التحميله لازم تنحط الاندينج بوينت بالاول ليش لانه هي كلها قصي الضغط فلما اللي بجيخدها المصران بيقدر يلقطها بهيدا الطريقة مشان هيكي وتعند الولاد الصغار بتحطولهم التحميله بهيدا الطريقة بتلاقوا التحميله نطرتكم قبل ما بدنا نحط التحميله مننام على جانبنا منسخنا من هيدا الرأس بصبيعنا شوي بتحطوها وسليم تقربكن هيدا كانت حلقتنا اليوم من صيدلي يا صيدلي اعملولنا لايك ويكتبولنا بالكومنتز لمواضيع العباركن نحكي فيها ونشوفكم بالحلقة الجاة صيدلي يا صيدلي يا صيدلي